أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر نرحب بكم من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية نحن في هذه اللحظات في ضيافة عائلة الأسير المحرر صالح الجعبري الذي أنضى داخل سجون الاحتلال 14 عاما للأسير صالح كما لكل الأسرة الفلسطينيين قصة لكن لربما قصة صالح تختلف عن باقي الأسرة إذ أن لحظة الاعتقال تم إطلاق النار على والده فاستشهد وأصيبت أيضا والدته وعليت حال من خلال هذه النافذة سنتعرف على الأسير صالح وعن فترة اعتقاله الطويلة داخل سجون الاحتلال بداية الحمد لله على السلام الله يسلمه يرضى عنك يا رب صالح حكين 14 عام داخل سجون الاحتلال كيف مرت هذه السنوات الطويلة والله مرت علي كانت صعبة وأليمة جدا يعني الأسرة كل له حكاية وكل له قصة ولكن قصتي كانت من الأصعب لأسباب عدة والسبب الرئيسي أني فقدت والدي ولم أعلم أي شيء عن والدتي داخل سجون الاحتلال وأنا أعلم أنها مصابة وليه إخوة إثنان أيضا تصاوب الأخ راجح الجعبري في راسه هذا كله لحظة اعتقالك نعم لحظة الاحتقال وأخي كامل الجعبري في قدمه حدثنا عن هذه السنوات كيف مرت كيف كانت صعوبة هذه السنوات السجون التي تنقلت بينها وخذت مرحلة التحقيق أيضا نعم في البداية يعني أخذوني على موقف عصيون وعزلوني لحالي يعني في غرفة منعزلة تماما عن باقي الأسرة كانوا يمارسون أعنف التعذيب ليس جسديا ولكن معنويا بمعنى كانوا يعني يبعثوا لي رسائل أن أهلك قد توف منهم الحاجة وإخوانك مصابين مصابات حرجة وكان كل ذلك يعني بسبب التحقيق يعني ممارسة نوع من أنواع التحقيق النفسية في صباح ذلك اليوم يعني جاءت صيارة مغطاة تماما يعني فقاموا بالتقييد وقاموا بتعصيب أعيني وقاموا باختطافي قالوا أنك الآن مخطوف وذهب إلى التحقيق فستوجهوا به إلى معتقل إلى سجن عسقلع وعندما أدخلوني إلى التحقيق قاموا بخلع ملابسي تماما وألبسوني ثياب خاصة بالسجن بالنية البلاون وطلب مني أن أبقى أنتظر بقيت في الزنزانة تقريبا يوم كامل لم أخرج من الزنزانة ولم يعني يأتوا بي إلى ماء ولا أي ولا طعام عندما قمت يعني بطلب منهم أن يأتوا لي بالماء والطعام جابوا أتوا بي بالماء فقط وقاموا ب إخضاعي للتحقيق نعم كم كانت فترة التحقيق أربعة وخمسين يوم وأنت في الزنزين طبعا وأنا في الزنزين طبعا لو انتقلنا إلى ما بعد برحلة التحقيق عدت إلى الأقسام إلى السجون تنقلت بينها صف لنا حياة الأسرة داخل السجون وخصوصا الأسرة أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات بداية نقلوني إلى سجن عوفر سجن معتقل عوفر هذا معتقل لكل موقف يعني لم يكن فيه أحكام عالية ولا مؤبدات ولكن كانت الحياة صعبة جدا 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 في ذلك الوقت يعني بالألفين وسبعة بسبب عدم دخول أي أنواع الكنتينا أو أي من الأموال التي تبعثها السلطة إلى الأسرة فكان الوضع صعب جدا جدا يعني أنا دخلت على السجن وكان الوضع صعب جدا جدا يعني أنا أذكر يعني في ذلك الوقت في أننا كنا يعني شقفة الجاج نقتسم بها بين إثنين يعني يعني لم تقدم لكم الخدمات المطلوبة كأي أسير وهي حقوق طبعا لكم هي حقوق يعني مشروع يعني جاءت ليس هكذا بل بالدماء يعني قبل اللقاء بأنك تنقلت ما بين سبعة سجون الإسرائيلية حدثنا عن رحلة العذاب إن صحي التعبير ما بين السجون الإسرائيلية نعم أشد العذاب في ذلك التنقل هي البوصل وهي أقصد بها يعني البوصل متنقل يعني ولكنه يعني على حديد تماما لا يوجد فيه أي شيء يعني قماشة وأي جلد يعني نجلس عليه إلا أنه كان حديد تماما يعني وذلك من أنواع التعذيب الذي يمرسونه ضد الأسرة لما أدخلونا على معتقى العوفر بعدها انتقلت إلى معتقى العسقلان أو مؤسج عسقلان مباشرة وهناك كانت المأساة التي يعني لما أتوقعها نعم هي أيام صعبة بالتأكيد كانت طبعا يعني نعم نحن حقيقة نقدر هذه المشاعر لأننا أعدناك لأيام عصيبة عاشتها داخل سجون الاحتلال يبقى معنا الأسير صالح الآن معنا شقيق الأسير الله يعطيك العافية الله أعزك العافية الحمد لله على سلامة صالح بداية يعني لربما أن صالح حينما اعتقل تم إطلاق النار كما قلت على الوالد والوالدة التي لازلت حتى اليوم متأثرة بإصابته حدثنا ما الذي جرى الله يسلمكم جميعا أولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا كامل الجعبري شقيقه ولا صالح نعم في إحنا في البيت يعني كنا مبسوطين كان في أخ إننا راجح يعني معاد عرصه من مزل الكروت تعليم وعلمك البنات فرحنين يعني والحج وقابي لايم يعني ويش تكون صاحي لايم تعريبا الساعة الواحدة ليلا يعني نعم ومن يعني في هذه اللحظة بدون سابق نظار يعني خبطوا على الباب بدون ما خبطوش على الباب فتحوا الباب فجأة وإذا بهم ملتمين يعني ولبسين زي عسكري ومسكوا العريس اللي هو أخي راجح فقال له أنت صالح قال له لا مش أنا صالح فخبطوا في الدرب زين البيت الدراج فصار سريخ من النسوان فقابي فزع من النوم يعني كان وطلع شوف شو اللي صار يعني ففجأة الزابط بطخه في كل سخد دهون تطلع من الجمجم يعني على المحل هذا والد الأسير هذا والد الأسير استشد طبعا أمي بيتخاف يعني بطبيعة الحال يعني بيتخاف يعني كاين إنسان يعني بيتخاف يعني مجرد ما شايفت وسرخت فيطلق عليها الرصاص يجى في شرص وعدت في العناية المركزة حوالي أربع شهور ونزالت هذا الإصابة ونزالت الإصابة تعاني منها ومنعالجها يعني لا طبيب عام ولا طبيب خاص ولا مستشفى إلا زارته ولازالت يعني لو تحكي معاها بتقولك تورجيك الشنص متواجد في إيديها وفي كتافة وفي ضائرة وفي روصة تتحدث عن أربعة من أفراد الأسرة أصيبوا هايت أنا جيت بقول له أنا بدي أمبلانس يعني للزابط الإسرائيلي بقول له بدي أمبلانس فبقول لي أنا بجيب لك أمبلانس فالزابط اللي جنبه بقول له اطلق النار عليه هذا يطلق النار عليه فصابني في رجل طقني بشكل مباشر يعني في الام 16 فارتميت أنا يعني نظم من صور صرنا أشبا من مسجلنا يعني تقريبا وضربوا خواتي أخواتي صبايا يعني في العشرينيات في كعب البرودة وفي البلسطير ومنشعر يعني هي بتقول لك الحاجة متذكري الحادثة معينها معينها بتذكر شو اللي صار مبارح صورت يعني عندها فقط لزاكرة فقط تستفكر هذه الحادثة لا تنسهاش يعني مستحيل لنا تنساها واخدوا صالح ومع ذلك يعني لا أعطونا تصريح نزوره ولا خلونا نشوفه 14 سنة وحتى يوم مروح ما بنفهمشو خلونا يعني نفرح في ترويح هذا ما كنت سأسأل عنه يعني أثناء فترة الإفراج عنه بعد 14 عام كان هناك تأخير في خروج تأخير يعني يعني تنكيد كمان مش بس تأخير وإحنا كنا فرحانين يعني ولاد عمه وأهله وأمه في الشمس يعني يعني قاعدين ننتظروا وإنه يطلع من السجن ولكن للأسف في العامد أجروا موعد تأخيره تأخيره وصاروا يكتبوا أنه يعني يجدد اعتقاله بسبب أن هناك مظاهر للاحتفال باستقبال بالضبط يعني ويجوا على البيت يعني إحنا رحنا السياح داعش منه السياح داعش السياح الواحدة ظهران يجوا فتشوا البيت وأخذوا بعض الريات يعني شاءعوهم داعسوا عليهم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد الرسول الله يعني هم لا يريدون لكم كعائلة أن تفرحوا بخروج الأسير يعني على الإطلاق يعني ولا أي نوع من الفرحة حتى وفي اللهاية يعني زدتوا بعد المغرب يعني بعد يعني من الصبح من السياح داعش الضهر للمغرب بعد المغرب نزلوه في منطقة قريبة من حلحول يعني حتى لا يكون هناك استقبال بالضبط والحمد لله ينزل يعني وفرحنا فيه يعني إن شاء الله بدنا نجاوز بس إحنا يعني مع هذا اللي صار بدنا نرفع ملفنا كله يعني إحنا عشر إصابات لمحكمة الجنيات الدولية بدنا نرفعها يعني إحنا منطالب في حقوقنا لأن هذه الحجة يعني أنت بتحكي معها يعني عندها عجز مئة بالمئة يعني وإحنا عندنا إصابات يعني إصابات يعني مش بسيطة ونفسيا وجسديا كل إشي يعني ومع ذلك لا بصح أن نطلع الزيارة على أي مكان أو تصريح يعني شكرا شكرا لك أعود للأسير صالح لنستكمل معه صالح يعني رسالة الأسرة داخل سجون الاحتلال ما هي الرسالة التي حملوك إياه قبل الرسالة يعني أردت أن أستذكر مأساة عسقلان مأساة عسقلان عندما دخلت إلى القسم وجدت عشرات الشباب كان لهم أكثر من 15 عاما وعندما أقول أكثر من 15 عاما يعني يتعدى أكثرهم حتى 30 عاما يعني فلما دخلت على القسم يعني لم يتوقعوا أن يدخل يعني شاب يعني 19 سنة عاما فاستقبلونه باستقبال يعني حافر هذا وتذكروا الحادثة التي حصلت لي يعني وزارت الحفاوة بي الحمد لله رب العالم وجدت إخوان لي يعني يعني أعانوني على المأساة التي كنت فيها ولكن يشهد الله أنه يعني رغم المأساة والألم اللي كنت أنا أعيش إلا أنا وجدت أنهم مأساتهم ومعناتهم أكبر بكتير مني يعني يعني كان لديهم أولاد وأطفال لم يروهم إلا الشباب يعني وعن طريق الصور وبعضهم كان محروم لزيارات وكان يعني بعضهم توفى والده ووالدته وهو داخل السجن يعني 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 وأذكر في ذلك الفترة يعني تقريبا يعني الدخول إلى السجن بس فقط يعني 20 يوم توفى والد الأسير عصام قضماني أبو محمد لأنه مبعد في قطر عصو الله أن يعيده إلى أهله سالما غايما طيب فيما يتعلق برسالة العصرة داخل سجون الاحتلال يعني ما هي رسالتهم رسالة الأسرة يعني يواجهون التحية إلى الشعب الفلسطيني وإلى المقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم القاد العام كتاب الشهيد أزيد القسام محمد الضيف يقولون له استنصرك أهل القدس فنصرتهم وسللت سيفك فكانت معركة سيف القدس والآن يستنصرك الأقصى يستنصرون لك الأسرة لتسل سيفك لتكون أنت سيف الأسرة ويقولون لك بالنهاية اشتد القيد وطال الزمان واشتعلت الرؤوس شيبة فيا محمد الضيف يلا امشان الله شكرا شكرا لك الأسير صالح الجعبري وشكرا لأفراد عائلتك الذين انضموا إلينا أريد أن أشير مشاهدين الكرام أننا كنا نحاول أو حاولنا أو كنا نتمنى أيضا الحديث مع والدة الأسير إلا أن الإصابة تؤثر عليها حتى اليوم هي تعاني من ظروف صحية صعبة إذ أنها لا تقوى على الكلام كما هو المطلوب أريد أن نشير مشاهدين الكرام أن والدة الأسير أيضا هي أجرت عمليات بناء على الإصابة التي تعرضت لها وقت اعتقال نجلها صالح وهي في ظروف صحية ليست بالسهلة وعائلة وقصة عائلة الأسير طبعا صالح هي نموذج لآلاف القصص التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء مسلسل الاعتقالات بحقه شكرا لكم على طيب المتابعة شكرا لكم شكرا لكم